مفكرتش للحظة ازاي اختراع اول حبنة وازاي اقنعوا الناس انهم يستخدموا الشيء المعدني اللي بيختارك جسمه كلها اسئلة بيبدور في حالك عشان كده مش هطاول عليك كتير انا احمد شعبان وده برنامج حاجات ميديكال في قناة 19 ارتامة اختراع اول ابرة بتختارك جسمك وبالرغم من انها مفيدة في علاج امراض كتير الا انها بتخوف كتير من الناس وحاليا اصبحت من الطرق التي لغين عنها في المجال الضمي وده لانها من اسرع طرق العلاج الفورية اللي بتتطلب تدخل جراحي من قبل القرن 19 كانت الابر موجودة ولكن بشكل بديل وكانت عباشة بتتكون من عضوه وبدأ من هما يستوحوا فكرة الامبوبة المجوفة من ناب التعبين وهتيجي هنا تسألني سؤال وتقولي اش معنى ناب التعبين اللي بيميز ناب التعبين ان هو عبارة عن جزء عظم مجوف ومدبب من قدامه وده بيساعده على انه يحجن السمي بتاعه في الضحية بمجرد ان يغرز انيابه فيها وجاء بعدها تطورت الحقن الطبية وبدأ ان هما يصنعوها من عظم الطيور بس ما خاطرش في بالك للي من ضمن مسمياتها كانت لقب سيرينجا وما تقوليش عشان ترجمتها كده في جوجل لان هي ترجمتها في اللغة الانجليزية انجكشا ولو حاولت انك ترجمها لأي لغة حتى اللغة اللاتينية مش هيطلع لك ترجمة لكلمة سيرينجا ولكن في احد الاساطير في العصور الوسطى كان في اله اسم الاله بان واللي كان منقب باله المراعي وكان بيسعى عشان يسيطر على حرية واللي كان اسمها سيرينجا واللي كانت شديدة العفة والجمال بس هي كانت غير متقبلة الموضوع وكانت كل ما طهر بالمكان يكون رايح وراها لحد ما في يوم حوالت نفسها لنبات البامبو ولم تعرفوش ان نبات بامبو مجوف من الداخل ولما عرف الاله بان باللي عملته راح اطع عود البامبو وصنع منه صفارة قال ايه؟ عشان يتذكرها كل ما يصفر بالعود ومن هنا عزيزي استوحوا لقب سيرينجا وعارفك تسأل وتقول لأساطير ولكن ما كانش فيه اي مصدر بيعكس كلام الاسطورة ديات في قرن الاول الميلادي ظهر العالم جالين واللي كان احد اطباء البغريق واللي مارس الطب في الامبراطورية الرومانية وعالج العديد من الارباطرة الرومان وكان معاه العالم كورنيليوس سيرزوس وهو موسوعة رومانية معروفة بسبب كتابه الشهير دي مدسيانا واللي معناه الطب وكان العالم يعد مصدر اولي في مجال الصيدلة والجراحة والتغذية وكان العالمان جالين وكورنيليوس اول من وصفوا السوائل عن طريق مجبس بسيط واللي اطلق عليه الانبوبة المجوفة وفي خمس سينيات القرن التسعتاشر اخترع العالم الرياضي الفرنسي بليس باسكال اول حقنة حديثة واللي ظهر بعده بحوالي ست سنوات المهندس المعماري بانجليزي كريستوفر رون واللي كانت كتدرائية القديس بوليس في لندن احد طحف الفنية واستلهم العالم كريستوفر رون فكرة باسكال لاجراء اول تجربة لحقن الوريد وكانت تجربة كريستوفر رون عبارة عن ريشة اوزة مجوفة ومسانة الحيوانات وكميات من الافيون عشان يحجن الكلاب الطالة بالكحلات واستخدم الريشة كأنبوبة مشطوفة من طرف واحد واللي كانت بتمثل الابرة وربط المسانة في الطرف الاخر علشان يحط فيها السائل اللي هيتم حقنه في الكلاب بس مسألتش لنفسك مرة هو الابرة الطبية كان لها تاريخ اسود بعد فترة صغيرة جدا من تجارب العالم كريستوفر رون بدأ العالمان يوهان دانيال ويوهان سيجمسون حقن بعض المواد في البشر واللي كانت من افشل التجارب في تلك اللحظة وده اللي ادى لوفاة كتير من البشر وبعد اللي حصل دوت منع استخدام الابرة الطبية واللي استمرت لاكتر من متين سنة وفي عام 1845 قدم العالم الطبيب الايراندي فرانسيس رايند اول ابرة من الصلب المجاوف واللي استخدمها عشان يحجن الادوية تحت الجلد وده كان كلام احد المجلات الطبية دوباين ميديكال براس وفي عام 1853 استخدم الفيزياء الفرنسي تشارلس برافير نفس نظام ابر العالم فرانسيس واستخدمها عشان يحجن الاغنام بمواد بالسعر على التخصر الدم عشان يمنع النزيف عند الاغنام وبعد عامين استخدم الجراح الاسكتلندي الابرة الطبية في حقن عقار الموروفين في البشر واللي كان بيساعد على تخفيف الالم العصبي وده اللي كانت بتعان منه زوجته وده احد الامراض اللي كان بيسبب الام شديدة في الوجه ولو تفتكر معايا اننا قلنا ان اول شخص استخدم الحقن الوريدي كان العالم كريستفرران ولكن بعد كده اصبحت ممارسة شائعة وبدأ انهما يحقنوا المسكنات والانسولين والتطعيم حتى نال الدم وبكده بقت الابرة الطبية من احد اهم العناصر الاساسية في الطب وفي بداية عام 1946 بدأت احد شركات الاوان الزجاجية في بارمغنهام بالمملكة المتحدة بصنع اول حقنة زجاجية بها اجزاء قابلة للتغير والتبديل ولكن لكل تطور سلبيات وكان بالرغم من ان الابرة الطبية المصنوعة من الزجاج بتتعكم كوي ولكن كان بتواجهنا مشاكل بسبب العدوى وفي طلقة اللحظة تقدم العالم الصيدلي والمخترع النيزلندي كولين مردوغ بطلب الحصول على براءة اختراع بسبب اختراعه لأول حقنة من البلاستيك وده يكون تاريخ الابرة الطبية اللي كانت بدايتها فكرة مرفوضة والان اصبحت عنصر اساسي لاغينا عنه في الطب وعلى الرغم من تطور ترج علاج عديدة اللي اننا ما بنجنرش نستغنى عن الابرة الطبية وبس كده دي كل الحكاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة